اشتركوا في القناة 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 والقوة الجثمانية والشكل الجثماني انه يقطع الكور دي يعني ممكن كرة من الجنين اللي داخد ولد بطريقة هو كان قدر يروح ينخذ الكورة دي الحاجة اللي بعد كده السيرد بكل اتكلمنا عليها هل لقى حراسة المرمى طبعا جنش كان زاعل فترة وكان في بعض الامور هل لما زاعل ردخ باتشيكون هو يلعب جنش هم اللتين على فكرة بس انت هتاخدني الحتة تانية خالص الحتة التانية دي ان انت مجند انت مطلوب منك تلعب ما تلعبش انت اسمك لعيب فنات زمالك وواحد بس لبيلعب ولو جبنا 50 واحد هيختلفوا على الـ 50 الى هيلعب وعلى 11 الى هيلعب فدي انا ليها مواصفات لبعض المبارات انا ممكن لعب جنش بعض المبارات وممكن لعب ابو جبل بعض المبارات وممكن اللعب كعوات كمان بعض المبارات بس انا ميلي فاية ابو جبل اه في بعض الاخطاء شوية ورجع كنم مخسروش بالإضافة أنه هو مفيد جدا وهو سبب من الأسباب الفترة اللي فاتت انت كنت متقلق يعني ما بيخشش فيك جوان كتير ما الكلام ده كده يعني نرجع تاني للجزء اللي أنا عايز أكلمك عليه حتة المباراة وهي شغالة من بداية المباراة انت متسايد إنما كل الأخطاء أو الكور اللي بتيجي خطر عليك عن طريق جنبين عندك فتوح وبين شارقي دايما الاتنين بيتقدموا لقدام ماشي الجن الأولاني جاء عن طريق فتوح الكورة راحت والراجل بقى سبق وبعد كده لمه أنا كمدير فني قاعد بر أعمل إيه هو أنا مش المفروض إن أنا أبتدي أبص الفرقتي إيه الخطأ اللي بيحصل علشان أصلحه وتدرك إن يجي علي الخطأ ده تاني لا جي تاني فاهمني يبقى أنا كمدير فني أنا قاعد مش شايف بالزبط كده يبقى أنا قاعد مش شايف دي واحدة الحاجة اللي بعد كده نيجي ليه الفلاو ده أنا نادي الزمالك بلعب بطرفين اتنين يمين واتنين شمال سيد زيزو وإيه آآ بن شرقي وبين شرقي والنحط والباكين رايت وليفت بعمل أوفرات عملا أعمل أوفرات خمسين أوفر مين اللي هيعمل مين اللي هيسجل مين اللي هيسجل حميد أحداد ده زي ما حد أمكان فرق طول إنت لو شفت فرق طول اللي بين حميد أحداد والسرد باكين فرق شاسع فأنا فرقت على الفرقة دي أنا مدير فني المفروض أن أنا أحافظ الفرقة لألعابها بكل تفاصيلها مين بيلعب وهل السرد باكين فيهم أحد بيلعب بشماله ولا بيمينه بس وهل وبتدي أكلم لعبتي كمان على الجزئية دي أن أنا لعيب بتاعي وهو رايح هقول له بساً إيه اللعيب بيلعب برجل الشمال وانا رايح من ناحية اليمين أخذه على جوه ماشي ليه اللفة بتاعته هتبقى أبطأ وبالتالي أنا هستحوز أكتر بتفاصيل التفاصيل يا كتب ده المفروض أمو أنا مدير فني ليه هو أنا وأنا أنا أنا بدير فرقة وباخد مبلغ وقدره وكل الكلام ده أنا يعني أنا المفروض أعيشه يعني تخيل مثلا أنا كنت جهري في تصويات بتاعت كاس العام 90 كنا لعبنا مباراة زامبيا مباراة في زامبيا وكنت أنا أخطأت خطأ وكان عندنا يوم أجازة من بعد من الساعة 12 دور خلصنا يوم الخميس وهناخد الجمعة ونرجع قال لي لا ما كانش أجازة بقى ليك خلاص لا قال لي جاب الفيديو عادنا فرجنا عمتش كله ما شوف نهاش قال لي لا نعيده من الأول وثاني فلما المدرب بيوصلك لدي انت انت بتعيش التفاصيل دي فاهمني إنما للأسف أنا أنا كم مرة أقول على المدير الفني الأمور 1 2 3 4 بالإضافة مش بحمله الواحد لا أنا بحمل كمان أشرف قاسم بحمل عبدالحليم بحمل متحت لأن دولة كابتن النادي الناس هتنسى الراجل ده لم يمشي إنما أنتو اللي موجودين ما هو كابتن برضو أنا كل واحد اختصاته يعني أنا ما بشوفش كابتن مثلا أنا ممكن أتكلم يا فاروق سأل عضو حفيز مثلا بخش في التشكيل لا يا فاروق أنا ممكن أكلمك بصفة ودية أنا كلاعب بالضبط كده طبعا وبخاصة أن أنا قضوة بالنسبة لك تفتكر ما بيحصلش كابتن طب مما هو بيحصل نفس الخطأ يعني نفس الخطأ مثلا أنا عندي تنسى لباكين ما بيتقدموش ويطلعوا ورا الفرقة علشان أبقى ضغط الفرقة التانية في نص ملعبهم أنا معاك في الحتة فعلا سقوط في حالة دفاعية بشكل وحش قوي لقلبين الدفاع بتونادي زمالك إن أنا بوقف في الحتة زوء زوء إحنا دائما كان يقولك زوء زوء كل متر بتاخده إنت بتشيل عنك هم ورا صحيح فإمني فدي تخيل إن أنت بقى كل اللجوان بتدخل فيك بالطريقة دي بالإضافة كمان إن الراجل ده عنده أخطأ غريبة جدا أي فرقة بتلعب نادي الزمالك بتعمل كسافة عددية في الثمنتاشر إنت معندكش حلول حتى لما بقى عندك الحلول إن في ناس بداعرف تصوب تصوب ابتدى يبقى دي معشور بسبب كويس قوي رأوا ده ناحية اليمين لعب ناحية اليمين ففرمني مثلا الحد طويل يعني ابتدى ألعب حد طويل مثلا جهو الثمنتاشر لأ ألعب اثنين لأ ده راح ملعب أوباما صقت لتحت طب طب تشكلت نادي الزمالك كنت بتتكلم عليها هواي كابتن دراجتي هل كان فيها أي أطراض من حضرتك أو فكر مختلف فكرة إن ده لو كان موجود كان ممكن يكسب أو الشكل ده لو كان موجود كابتن يكسب يعني سيد زيزو مثلا أنه أوباما ووجوده وهل أشرف من شارقي في حالته الطبيعية عشان تشتركوا مثلا من الأول برضو مش كده برضو كابتن فاروق الموضوع مش موضوع تشكيل الموضوع موضوع مهام مهام أنا بكلفك بإيه وأنت بتعمل قد إيه علشان أنا خليك موجود يعني مباراة مباراة الليفر النهاردة تغلب الليفر أقولي النهاردة يورجن كلوب قال إن صلاح عمل كل حاجة أنا طلبتها منه وطلعوا أحسن عيف في الفنقة رغم إننا الناس بتتفرج صلاح كان سائي جدا فهمني فهي المفروض دي متطلبات يعني أنت لعبت مع حسام عصور قد إيه تمام أنت كنت تحسي بيه في الملعب وأنت بتلعب أنت كفره حتى جميعية ماش حسن بس هو دوره مهم جدا إنما دوره إيه دوره إن وقت الهجمة هو بيسقط لورا مش بيطلع مع الفرقة ليه لأنه هو ما عندهش حتة تصويب ما عندهش يلعب بدماغه إنما عنده حتة تلفدائية عنده حتة نهومة بيترقصة فيقدر يقطع الكورة حتى لو هجمة مرتدة فبقى ليه دور مين ليه قايم الدور ده المدير الفني المدير الفني إنما مش الجمهور ممكن الجمهور يقولك يا عم يطلعوا برة مايلعبش فهمني إنما في دايما عين هي اللي عايشة في الفرقة ممكن لعيب كل الناس تختلف عليه والمدير الفني يقولك لا ده 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 أساسي بالنسبالي فهي دي المشكلة أنا بلعب طرفين يبقى لازم بلعب واحد بلعب دماغه كويس مين يا كابتن في الوقت الحال بص إنت عندك أسامة فسر إنت مدوش ليه هو كان مفروض يعني كان مفروض بيجهزوا عشان ماتش زي ده أنا استغربت إنهم اللعب حميد أحداد اللي بقى له كتير لعب وثلات دقايق كلعيبة وك وحالة نفسها بقولك كان لازم يستغل الجزئة دي إنت نازل والله العظيم أنا بعد الجمه دخل فيها الأولاني أنا كتبت قلت قلت إن الزمالك الزمالك إن شاء الله يكسب رغم إن إحنا بدون مدير فني طب هسألك سؤالة كابتن فضل أنا راجل نازل الماتش وكنت ركب المباراة ودخل فيها جوة وتعدلت الوضع الطبيعي هنا بقى يعمل إيه باتشيكها كابتن هل في حصل اختلاف بالنسبة لنازل مالك وبعد طرد فتوح كمان أيها المفروض إن أنا إن أنا فتوح المفروض إن كان حد يجيبه على الخط يكلمه دي واحدة الحاجة التانية في كابتن فرقة المفروض يكلمه في طريق حامد وساسي كبار المفروض يكلمه جنش المفروض يكلمه لأن فتوح صغير ومندفع وإنت عارف إنه مندفع هو من فترة كبيرة بالإضافة كمان إن الحكم متحفز فهمني يعني الحكم إيه برضو عارف إنت لما بتلعب في شمال أفريقيا طبعا إنت عارف الأمور ماشي إزاي الحكم بيتحفز ضد أي فرقة بتلعبه منك فالأمور إنه لازم يبقى فيه مسايتر على اللعبة في الملعب بنظرة العين يعني أتخيل مثلا كابتن إسماعيل يوسف كان في الملعب يقول لي إيه يقول لي يا أفا ما ترجعش دلوقتي خالص فأفضل قدام والناس تنده يرجع 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 يقول لي خليه خليه دي نظر قائد فريق الملعب لأن أنا في الارتداد يعني كان عندي سرعات عالية قوي في الارتداد كان يخلي أيمان منصور واقف وإنا أرجع استلم نص الملعب بحط لهم امتلاكنا نص الملعب وامتلاكنا نلعب بقى لقدام بدل ما بننقل من تحت خمس ستين قلة دي خبرات موجودة جوه الملعب يا كابتن في الوقت ده هل موجودة في الوقت الحالي بالنسبة للزماريك من وجهة نظرة يعني إيش شكل إنت بتقول عليه ده ده مهم جدا على فكرة المفروض بس اللي موجود دلوقتي يعني طريق حامد فرجينة سيسي بالمطالب اللي بيطلبها دي مفروض يبقى عنده الجزئي دي ما هي برضو أنت بتنساش أن أنت عايش في دوامة مشاكل يعني بجملة المشاكل اللي أنا ممكن أقولها لك يعني حاجة حصلت النهاردة بتفرج على فيديو على عاملو كابتن مصطفى يونس قال أن أحمد سيد زيزو وأبوه قعدوا مع ناس من الأهلي واتفقوا على صيغة خلاص أنه هو يروح النادي الأهلي ده كانت مصطفى يونس يعني ده فيديو ها ده فيديو ماشي مو عندهم معلومة بقى أيوة أنا بيقولك لا ده بيقولك بيقولك أنا مستعد أقولك الأسامي كمان فهمني؟ يعني الراجل وثق من كلامه أنا اللي بتكلم عليه أنه ده مش احتراف ده مش احتراف أبدا لو النادي الأهلي يعمل كده النادي الأهلي كبير النادي كبير المفروض أن السياسة يتغير أنت أخدت كهرباء عن طريق التحايل وخدت أحمد فاتح عن طريق التحايل خدت فلان قبل كده يعني النادي الأهلي ضليع في الجزئية دي أنا عايز أتكلم على حاجة عايز أقول يا جماعة خلونا نعيش لإحتراف النادي الأهلي كبير مش محتاج يعني أي لعيب ما يفرقش إنما محتاج أن احنا يبقى فيه بالنحترام كأندية يعني أنت عايز أحمد سيد زيزو قدم عرض وهتعمل طفرة وهتعمل طفرة أنت بإمكانك كبير هتعمل طفرة لكل الأندية التالية ممكن يحصل للزمالك ليه لا تمامي كويس مش ده الاحتراف مش ده الاحتراف تمام هو ده اللي أنا بتكلم أنا عايز اللعب ده الزمالك عمره وهو المنافس اسمع اسمع عقده خلص اسمع ده عقده خلص فيه لعيبة راحت إزاي كابت المشكلة لما أنا أتفاوض مع اللعب مثلا عندي الزمالك وبدون أنه خلاص عقده هينتهي لا في دلوقتي فلوس ما تدفعتش فأنا ممكن عن طريق التحايل أن أنا أخده بلاش لفظ التحايل لكابت ما أنا بقولك يعني أن أنا ممكن أقولك أنا ممكن أقولك إيه كابت فاروق أنا بص أنا عارف أن أنت غريق وصريح بس أنا عايز أخدك في الجزئة دي شهوق ده اللي بيحصل ولا في حاجة اللي بتحصل كهربا مش إزاي شهوق ده اللي حصل ماشي يعني كهربا كهربا عمل تويتا قالك أنا مش هتخصم مني أي حاجة ولو تخصم مني حاجة أنا هطلع أقول أنا مشيت من زمالك إزاي ومين اللي ساعد ومين اللي عمل الكلام ده كده وهو دي ناس في ستين ده هي تويتاية إزاي من كهربا جيبها جيبها دلوقتي موجودة لا بس مش بتاعها كاف مش بتاعها بقولي بص دي عايزة عندنا ميت كاونت فيك لأي العيب أوكي كهربا فين دلوقتي كهربا فين دلوقتي عنده وقف ومخصوم منه 20000 جنيه آه ودلوقتي الوكيل بتاعه كان طالع لأحد البرامج وقال إن هو بيشوف له النصر أو التحديد السعودي وده وضع طبيعي فعالة الأزمة اللي موجودة بالنسباله ماشي إنت أخدت كده يعني إنت كهربا كهربا دلوقتي عليه 32 مليون للزمالك ماشي ماشي فين راحوا فين مين المشؤول عنهم الأهلي ولا كهربا فده اللي بتكلم عليه إنت عايش تعمل احتراف تمام أنا معاك في جزئية أنا ممكن أشتغل شوانا بس في الأول في الآخر هقولك ولا ده هيرضى ولا ده هيرضى هاطلع لفاصل يا كابتن ماشي نرجع نكمل الجزئية دي لأن إحنا عندنا كلام كتير على الزمالك وأدخل على ماتش الأهلي الصراحة برضو اللي إحنا عندنا مبارح كان ماتش برضو موحزن برضو الجميل الأهلي على حالة التعادل اللي حصلت مبارح مع فيتاكو هاطلع لفاصل هاطلع لفاصل وأرجع أكمل مع كابتنية فتنصر لا صوت يعلو فوق صوت فريق الكرة داخل نادي الزمالك خاصة بعد النتائج السلبية لأبناء ميت عقبة تحت قيادة البرتغالي باتشيكو واللي انفرط عقد الفريق تحت قيادته بسبب عدم نجاحه في إلمام زمام الأمور بالنجوم الفريق تولى باتشيكو القيادة الفنية للزمالك في سبتمبر الماضي خلفاً للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون واللي رحل عن تدريب الفريق بشكل مفاجئ لتولي قيادة فريق التعاون السعودي قاد باتشيكو فريق الزمالك في 25 مباراة بمختلف البطولات 16 مباراة بالدوري 3 بكاس مصر 6 بدوري أبطال أفريقيا حقق 15 انتصار و 6 تعادلات وأربع عزائم وسجل لعبوه 37 هدف واستقبلت شباكو 19 هدف خسر المدرب البرتغالي مع الزمالك لقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام فريق الأهلي بعد ما سقط بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية للبطولة كمان ودع بطولة كاس مصر الموسم الماضي من الدور نصف النهائي بعد خسارة مدوية أمام طلاع الجيش بنتيجة 3-1 استخدم المدرب البرتغالي 26 لعب في الزمالك بالموسم الجاري وأكثر اللاعبين مشاركة في المباراة معاه أحمد زيزو ومحمد أبو جبل ولعب كل منهم 14 مباراة بينما هدف الفريق معاه هو يوسف أوباما وسجل سبع أهداف وأكبر انتصار حقاو الزمالك في الولاية الثانية للبرتغالي باتشيكو كانت بنتيجة 4-1 على حساب فريق مصر المقصة بالجولة العشرة من الدوري وأكبر هزيمة كانت أمام طلاع الجيش 3-1 بكاس مصر ونفس النتيجة أمام الترجل تنسي بدوري أبطال أفريقيا طيب بعد النتاج والكشف حساب اللي موجود كان على التقرير ده كابتن هل ممكن باتشيكو يعني إدارة ناتزة مالك تكون بتفكر في التوقيت الحياة للنام لو حصل أي مشكلة تاني في أي مباراة طبعا عندك سراميكا كيلوباترا ثم مباراة الترجل لو حصل قدر لأي شيء في مباراة الترجل قادمة ناتزة زمالك بيبتعد عن وجوده في الدور القادمة هل ممكن إدارة ناتزة زمالك تاخد موقف معاه؟ بس اللي أنا متأكد منه أنه بتشيكو مش هيكمل بس أنا ماينفعش هممشي دلوقتي يعني رغم أنه أنا واحد من الناس اللي مش متقبل فكرة وجوده مدارب عنده أخطاء كتير جداً مسيرة سيئة جداً مع النادي خسرت كاس مصر ودوري وبطولة أفريقيا وحاجات كتير جداً عنده أخطاء فنية إحنا كلنا بنعاقب عليها بس هو ما يعني هو في كوكب تاني مليون في المية مش هيكمل بس أنا بقولك أنه ممكن تكون مباراة الترجي آخر مباراة دي حتى لو كسبت يعني حتى تلعب سراميكا إن شاء الله تكسب كسبت الترجي أنا أعتقد أنه فيه تفكير جاد جداً أنه ما يكملش لأنه مش هيديك حاجة أنت لو كسبت هتكسب بروح لعيبة بس الروح دي لازم تبقى عن طريق اللجنة اللي بتدير النادي الناس اللي بيديروا النادي بص يا فاروق أنا أقولك الحاجة يعني حاجة حزة جوه قلبي قوي قوي إن فيه بعض الأوقات الكلمة ممكن تفرق كتير جداً معك العيد يعني الفترة اللي فاتت إحنا بنضبر وإحنا بنعمل وإحنا بنشوف وإحنا الكلام ده لأ الكلام ما كانش يبقى كده الكلام يتقال يا جماعة أنت ليك فلوس كده كده هتاخدوها إنما هتاخدها إمتى لازم تكسب وتبقى أول عشان أقدر أجيب لك فلوس من راعي أقدر أجيب لك فلوس من محبين النادي أقدر أجيب لك اللي أنت عايزه إنما أنت لو اتغلبت كل الحاجات دي هتتأخر فبالتالي مش تأخد فلوسك طرق التحفيز والكلام مع اللعيبة كمدير كورة كمسؤول كورة كحضر إدارة كيه 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 كلام ده كله المفهوض هو كلام ده اللي يتقال إن أنا لازم أحفز على شكلي وقمتي كنادي الزمالك لازم أبقى أول لازم أنافس لازم موجود في الصورة عشان أقدر يجيب لك كلام ده كله هو أنا بقى السؤال هو الراجل ده متأخر له حاجة الراجل؟ ما عطقتش ما عطقتش ما ياخد فلوس هو راجل تمام يعني أنا معتقتش يعني المدير الفاني ما عطقتش إنما ده اللي بتكلم عليا فاروق إن إحنا عندنا مشاكل بالإضافة كمان لمشاكل التعاقد اللي بتتم في البدايات يا فاروق عندنا مشكلة مشكلة كبيرة جداً مع اللعبين والفلوس في العقود يعني يا فاروق مثلاً أنا كان لها الشرف أن أنا أول لعيب مصري أحترفت ركاية ماشي وأخدت حوالي 37 لعيب كرة من مصري وأعتقد أني أنت كمان أنت قلت لي الجزئية دي كانت ماشي تخيل لما جبت العقد وقلت لهم ترجموا لي بالعربي جابوا إنجليش وتركي قلت لهم لا أنا عايزه بالعربي ماشي لقيت في إيه معين النادي اللي أنا كنت بالعب فيه مش بنفس على البطولة قالك لو خدت البطولة هتاخد بونس 25% من عقدك طبعاً لا في تفاصيل التفاصيل ده بص لو خدت البطولة حلو لو ما أخدناش البطولة في 25% من عقدك يتاخده رغم أنه مش هياخد بطولة إنما بيعرف إزاي يخليك دايماً موجود تنافس حتى ماشي بس أخد منك من عقدك آه داك عقد كبير إنما النادي وصق إن هو هيقدر يديك حوقك شغل 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 عقودة كابتن والمفاوضات معنا مهدير لأ مهدير لأ بكلمك مهدير لأ نادي الزمالك بحجمه الكبير ده مفيش مفيش الكلام ده من أجبت عقود كتير جداً ما فيهاش فيها يطفع يوم كذا كذا ومش عارف إيه لا فيه حاجات تانية هبياخد فلوسه كاملة كل حال يعني هقول هكسب ولا مكسبش هقولك على حاجة أنت عارف البرة إن أنا لو خدت لو خدت انظرين فيه تلات مباريات متتاليين يتخصن مني خمسة في المئة من العقد بتاعي ليه؟ علشان يخليني أحافظ إن أنا ما أجيش توقف بعد كده فالنادي الله تخساره ماشي؟ يجي يقولك مثلاً مالتزمتش بالزي طيب فلوس حلو أنت بتكنيني على حاجة زي كده كابتن؟ أشرف بن شاري وموقفه مع بشيكم بارح ويمكن عندي خبر خاص برضو بأشرف بن شاري إنه هو في أزمة الضرائب الأخيرة بيحاول برضو يعني يلم الزماله في الفريق برضو ضد الإدارة في جزئية أزمة الضرائب الوضع أشرف بن شاري هل اللي بيعمله ده نتيجة نهو خلاص هو عايز يمشي بره النادي ولا شايف برضو لعب كويس الوضع اختلف بالنسبة له تماما في التوقيت الحالي بس دايما اللعيب المحترف بيهمه حقه وإحنا مش موطردين على كده أشب بنشاهد لعب كويس إنما ما بيقدمش المرضود الكويس الفترة اللي فاتت بالإضافة إنه ابتدى يعمل سلوك في تغييراته بتنم عن اتجاهات عنده أنا ما ليش دعو كل كلام ده خالص أنا فيه ثواب وعقاب اللي أنا قلتلك عليه إن سوق السلوك عليه قد كده أخسم له ماشي ملعبش أخسم له هو غصبا عنه هيلتزم وهيلعب لإن أنا هاخد هاخد حق النادي ما هي دي العقود اللي أنا بكلمك علي يا فروح تمام تمام يعني مثلا أنا دلوقتي جيت قلت اللعيد ده أنا خصمتلك مثلا ألف جنيه جي اعترض على الألف جنيه ماشي لو ملعبتش مباراة لو ملعبتش مباراة وإنت محترف من المباراة مثلا عندنا مثلا عشرين مباراة كل المباراة عليها اتنين في المئة من عقدك ملعبتش المباراة بقى الخصم وعليك اتنين في المئة فاللعيب هيفكر يا فاروق طرق تحرير العقود ده كده عقود مش محفزة خلص أنت بتقول عليه ده مش محفز لا بالعكس ده محفز جدا إن أنا يا فاروق أنا لما ملتزم هاخد حق كله مش ملتزم فيه ناس ما بيتكلموش اللعب يا كابتن طريق حامل تعمل مع ايه لا طريق حامل ده ما أنا بقولك لعيب بص لعيب ملتزم بتكلمش عاوز يحفز يدوس بتاع هدي له عياني أكيد فهمني بعقده بعقده خلاص إنما هاجي مثلا يعني بدون ذكر أسماء يعني أي حد تاني ما عندوش الحمية دي ده أنا أنا كنت ازعلان جدا من أمام عشور لو هو خارج كم تدايق تخيل في موطش في الدول هو خارج كم تدايق إمام عشور العيب صغير ده المفروض يعني بص المفروض أن أنا أوقع عليه جزاء قوي جدا ماشي دي حاجة الحاجة اللي بعد كلا عايز أتكلم فيها ودي تهم بقى كل جميل الزمالك إحنا ليه فاروق العوب بتاعتنا ما بنصنفش فرق الدوري يعني إيه مثلا أعمل كلاس إيه مثلا الأهلي الإسماعيلي المصري في المكافأات والخصومات ماشي دي فرق وأعمل فرق مثلا كلاس دي موجود في الأهلي الكلام ما أنا هقول إحنا ما عندناش الكلام ده بمعنى إيه بمعنى إيه تخيل ناديس زمالك خسر التسع نقط مع مين مع آخر فرق في الدوري ماشي أنا معي ماشي ده نقط مفروض مضمونة بالزبط كده المفروض النقطة دي يتقسم من اللعيب مبلغ وقدره إنما لما أجي أخسر من الأهلي من بيرمز من الإسماعيلي لما أجي أخسر من الفرق دي لأ أنا يعني إيه عارف ند لي فيبقى فيه خصم بس كتحفيزي بس يعني خصم كتحفيز ده نفس الوضع يمكن وإنت بتتكلم على أشوف من شارع كنت أعزي كلمك على أحمد سيد زيزو لاحب كان مميز قوي أحمد سيد زيزو تفكيره كل تفكيره فيه اللي قاله كابتن مصطفي يونس النهاردة اللي أتشاف إن ده حقيقة آه طبعا لأن الموضوع أصلا كان من السنة اللي فاتت الموضوع كان من السنة اللي فاتت وتقالوا وتعادوا والناس راحت وجدت والموضوع كمان اتكمل دلوقتي فأنا شايف إن الأمور لازم تحسن شوية بس العلاقة جيدة ما بين إدارة نادي الأهلي والنادي الزمالك في توقيت الحالة كبت أنا بكلمك بمنتهى الأمان يعني حصل عمليات تهنيئة من الزمالك للأهلي والأهلي كبتن خطيب بعض الأمور الأمور إحنا عندنا لجنة تدير النادي وليس يعني لا يمتلكوا الخبرات الكافية الإدارية الكافية لإدارة فريق بحجم نادي الزمالك كلهم ناس محترمين وليهم قدر كبير جدا من التقدير والاحترام إنما الإدارة شيء مختلف الإدارة شيء مختلف إدارة نادي بحجم نادي الزمالك حجم كبير لا تتناسب مع الناس اللي موجودة دي تمام فأمني فالأمور لازم تكون مختلفة يعني مثلا لما تيجي حتى مش الإدارة كمان لا حتى الناس اللي موجودة الكريب تا عبد الحليم وأشرف كريب مختلف هيعملوا كلاش مع بعض كتير فاهمني اللي اختاروا الكلام ده كابتن كمال درويش اللي اختاروا الكلام دوت وعمل الكلام ده معالي الوزير أشرف صبحي الناس دي لازم كانت تفكر بهدوء مش موضوع استعجال أجيب مين وحط مين ده حبيبي طب حطه ده مش حبيبي لا ما يمفعش الكلام ده الإدارة حاجة تانية مختلفة خالص عشان كده فيه أوقات لازم تعمل سطوب عشان تختار حد يدير وينجح دلوقتي الوزير فيها هاشتاجات وترندات عالمية ضد معالي الوزير أشرف صبحي ليه كل التقدير والاحترام راجل طلع صرح إن هو وفر لناس دي مالك مبالغ مالية كبيرة جدا المبالغ دي مش كشات مش كشات يا فاروق المبالغ دي عشان عليك ضرايب فهو كلمة ضرايب تشيل قد كده قد كده قد كده لا هو وفر وفر فلوس ما دي الزبالك مدخلوش فلوس اسمعني بس معالي الوزير طلع وصرح كده ما أنا بقولك آه بس حاجات حاجات مديونيات إنما مش كشات عشان أشغل فيه طب ما هو ده جزء وحامل من على النادي ماشي ما هو ده جزء اسمعني يا فاروق أكتر نادي حصل في حل للمجلس إدارة في تاريخ مصر الزمالك تخيل في تاريخ مصر فاهمني فالأمور إن نادي الزمالك بقى هين وده ده شيء غلط المفروض نادي الزمالك كبير بجماهيره المفروض مش أنا بعمل كمجلس إدارة بفلان وفلان وفلان بس مش وقتهاك طيب أنا بس عشان وقت كبت عشان عايز أخذك في الأهلي المتباق مننا الزمالك المطش الجاي قادر على فوز على الترجي إن شاء الله إن شاء الله بيقدر إن شاء الله بالتحفيز والتحفيز اللعيبة بس كافي اللعيبة تكسب أنا فاكر برضو الزمالك كان عنده نقطتين في الدور في الكونفدرالية وكسب والأمور اختلفت إنه الزمالك قادر إنت عندك مطشين على ملعبك ومطش بره وعتقد المطشين سهلين يعني مطش الترجي وكسبته هاديك ندافع معنوية كويسة للمطش اللي بره وترجي هتكسب المطشين دولة وأكيد لك الزمالك هيبقى عنده ثمان وقت الفترة اللي جاية وهيلعب الفرقة بتاعة الجزائر الملدية هي اللي في بره المطش الواحد اللي بره والزمالك أقال ما فيها يتعادل ويعتبر وسل إن شاء الله تمام طيب هاخذك هاخذك مطش الأهلي بس قبل ما اتكلم على الأهلي عايز اتكلم على الجزائية النهاردة الصبح وانا في العربية سمعت حاجة كده من أحد الإعلامين الكبار بيقول إن حكم المباراة بيعتزل مباراة ايه ها؟ مباراة الزمالك ولا مباراة الأهلي ها حكم مباراة الأهلي رضوان جدا بيعتزل للأهلي وجماهيره أنا عايز أعرف أنت جبت المعلومة دي بتسجيل ولا جبت المعلومة دي كنت قاعد بالتعشى معها مثلا ولا جبتها ازاي وبعدين اللي عايز أتكلم عليه احنا ليه بنعمل بلبلة وإحنا علينا أصلا البلبلة ليه بنعمل بلبلة للأهلي وللزمالك هل ممكن حكم يعمل كده ده يبقى حكم معلش لا الاتحاد الأفريقي نفى إن فيه أي تصريح حصل من أي حكم من حكام تو في المجموعة في الماتشات اللي فاتي دي كلها في الدور ده ما هو إعلامي كبير جدا وجميل الناد الأهلي بتمشي وراء دايما فهل المقصود إن أنا يعني أهد الجماهير ولا المقصود إيه يعني برجاء إن الحتة دي نقف عندها شوية علشان بتعمل بلبلة كبيرة يعني مش مجرد كلامه خلاص يعني تمام طيب أنا مش هسألك مين مين الإعلامي بس هي نقطة واضح إن فكرة إن أنا بخفف الوضع عن جماهير الناد الأهلي مين فعلش عمتا خلي بالك هي أتخلي حكم كلاته بقددنا ضرب الجزاء مش ضرب الجزاء بس إشاني بمفتف خلي بصف درب الجزاء مش ضرب الجزاء طب الزمالك ليه ضرب الجزاء واحد واحد في ماتش التراجي وليه ضرب الجزاء لو جت الزمالك كسب هي العملية دايما أصدق المولودية كابت أه لا التراجي ماتش التراجي واللعيبة جري وراء الماتش ده أه أه بس مفيش فار اللي طبعا في القابل نهائي ونهائي اللي عايز أتكلم عليه إن في بعض أنت استفدت منها وإنت جات عليك فهمني ده في أفريقيا طبعا غير الدور المصري حاجة تانية خالص مفيش حاجة بتيجي علينا يعني فأفريقيا الأمور يعني بتمشي كده وكده إنما ديناس الزمالك لو حسبت الحكم كتوتالة أتلاقيه كان ضد ديناس الزمالك كتير قوي يعني ممكن كرة فتوح الأولانية الجن ضربه الجن ضرب فتوح فهمني يعني ضربه فوشه بكرة المفروض قدي انظار هنا قد انظار أو ما تديش الكرة التانية فتوح أشول لما بيجي يطلع الجنب بيطلع لجله الشمال فغصب اللي عنه لازم ياخد كيرف لأنه هو بره الملعب يعني برضه الحكم لازم عنده نظرة في دي خلاص وبعدين هو اللي جي في اللعيب إيه ما جاش كوعه ده جات الكرة بين الاتنين هو فتاكر ان هو ضربه في دماره مش ضربه بكوه فالمفروض ان انا لعيب عنده انظاره المباراة المفروض اما لبالدولة الانجليزية بتتفرج ده انت كل ما تدرد لعيبة كلها بقى في دولة الانجليزية خصة تانية طيب ماتش الأهلي وفكرة التعادل وان انت ده فرص ويمكن ده برضه نفس الوضع في زمانك ده فرص وبالتالي الامور عندك بتجرق الفريق اللي قدامك انه هو يهجم عليك والحظ ممكن بيكون فصال حفاته بس الاهلي اقوى فنيا وبدنيا وكل حاجة من الفرقة دي بس الاهلي الحظ تخلى عنه وده من المرات القليل على فكرة على مدار التاريخ كله ان الحظ بيتخلى عن النادر الاهلي بالشكل ده يعني الاهلي كان ممكن يكسب الموتش ده سبعة وثمانية وتسعة وعشرة كمان تخيل هو الكرة فيها نسبة من التوفيق والحظ ما انا بقولك بس لا الاهلي من الفرقة اللي برضو اللي ايه اللي قليل الاول لما تلاقي الحظ مش معه عشان فيه اجتهاد فيمني فيه اجتهاد ماشي هانقول اجتهاد هو عكتن وناقعة لا 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 فيه اجتهاد عشان انا لعدت برضو في الاهلي كتن اه طبعا انا بقولك برضو بالتالي انا عارف ان احنا في وقت من الوقات التوفيق ده جزء كبير من اللي بيتخورت خلاص عشان كده بقول انا قلت في الانترو بتاعي ان فيه حاجة غلط فيه حاجة غلط اه بس انت بس انت قلت هتا كده اه انيات انا مش عايز يا فاروق ندخل الكلب دي خالص لا مش نيات عدالة اه ان فيه لعيبة كانت مفروض تبتدي او ما تبتديش وابتدت ما هي دي المشكلة في كل بص رؤيتك غير رؤيتي غير رؤيت فلان كل واحد بس لازم الادارات لما تجيب مدير فني يحاول يقنعنا كلنا فيقنعنا كلنا بايه بأداءه بالتاكتك بتاعه احنا نشوفه موسيماني تبراير فيها كابتن دلوقتي بص موسيماني رغم الطفرة طفرة النتائج بس مش طفرة الاداء يعني توتل الاهلي ما بيقدمش كورة كويسة في كل المباريات لما تعمل كل المباريات مش هتلاقي الاهلي بيقدم الكورة الكبيرة ماتش الجيش مثلا الاهلي ما بيقدمش كورة كبيرة ماتش بيرمدز مش عالي يعرف فوز بالزبط كده فهمني فدي قريدي دي مقبودة في النادي الاهلي من الزمان حتة ان لو جبنا عم حارس يمرنا الاهلي الاهلي هيكسب فهمني انت بتقسي المدير الفني بايه بتقسي المدير الفني بالتاكتك بتاعه في الملعب انا مش شايف التاكتك ده في الملعب انا شايف ان دي اتهادات العيبة بتتم بالشكل دوت انما التاكتك ان انت تشوف مثلا ايه تشوف مثلا فرقة المان سيتي وقت الهجمة في خمسة في التلت الاخراني فنيجي نقول ايه كل كورة انت خيل يعني كل كورة المان سيتي بيمسكها مجرد ان السير ده بكين يمسك في مصف الملعب تلاقي خمس لعيبة موجودين في التلت الاخراني فتقول ايه تقول لا ده شغل المدير شغل المدير فانت ايه تقعد بقى تخلي بالك فهمني تيجي مثلا المان يونيتد المان يونيتد بيعمل ايه بينزل الطرفين في قلب الملعب ويخلي الفرد يتحرك كده وكده فاي فرقة بيلعبها تحس ان يبقى فيه بلبلة عندهم عارف بيعمل خلخلة في اي فرقة فهمني وعنده سرعات عالية جدا في الاتنين اللي موجودين فبالتالي بياخدوا الفرقة وبيروحوا مسافات وبتلاقي برضو الناس بتكمل ففي مديرين فنين لما تقعد فرج عليهم تحس ان انت ايه طيب هاسألك سؤال بقى كنت بعد الكلام اللي حلو اللي انت قلته على الدور الانجليزي ومدربين الدور الانجليزي السنة اللي فاتت الاتنين مدربين سواء باتشيكو او موسيماني قالك هم جوم في الاخر سواء موسيماني قش كل بقى حاجة بعد طبعا تجهيز بايلر للبطولات كلها هو اخد كل حاجة وباتشيكو برضو وصل لجزئية نهاية افريقيا والبعد قالك بقى ايه بداية من المسم الجديد هيبان الاتنين مدربين الفنين من الافضل من وجه نظرك في التواجده مع الفريق بتاعه يا فاروق كنتائج موسيماني انما ككورة مش مش بتشيكو فرقة نادي الزمالك من الفرق اللي بقى عندها ايه يا فاروق اللي بقى عندها اللي هو ايه التخاطر الزهني منهم من بعض يعني عيب بلعب معاك مثلا يعني جيب مثلا اجبالك على النادي الاهلي حسام حسن وفلكس حفظين بعض كان بيعمل ايه يروح يفوت كورة عدي يحط فيه تخاطر نادي الزمالك وصل لمرحلة التخاطر دي بين اللعيبة كان ما ينفعش المدير الفني يغير لما جات تغير ومشي مصطفى انت ما جبتش غرجون واحد من ساعة ما مصطفى مش تخيل انت متخيل بس نازمك ما قفش على اللاعب جبت ما بيقفش على اللاعب بيقف على طريقة اللاعب اللي انت بتلعبها بيقف على اللاعب فهمني بص ما فيش نادي بيقف على اللاعب بس اللاعب يقصر في فرقة زي مصطفى كده بص ما هو الوقت الغاية ما تجيب البديل يعني بص عبدالله السعيد لما مشي من الاهلي الفترة اللي بعد عبدالله السعيد ما مشي كان فينا دي اهلي خالص الامور كانت صعبة الامور كانت صعبة فهمني اللاعب بيقصر لبعض وخاصة لما يبقى فرقة متجنسة فرقة عندها الياقة الزهنية متكاملة بينهم بعض عارفين يعني ساسي ساسي بيمسي الكرة خلاص تلاقي أوباما ابتدى يدي جنبه للملعب في اتجاهه مش بيوشه ليه عارف انه يحطها بتوين فيروح ماشي هتلاقي الطرف زيزو دخل لجوه وحزم امام طلع لبرا فالكرة بتتحط زيزو يدخل في مساحة بيفضل مساحة فالكرة تتحط فهمني فهو ده اسمه التخاطر الزهني اللي انت مثلا ايه انت بتحب واحد مثلا بيروح لحي تليمين انت عارف يلعب الكرة فيه يعني ده مش دور باتشيكو اللي عمله لا ده كان موجود مع كان موجود التجانس دوت وانا قلت برضو اكتر من برنامج قلت ان المشكلة دي كلها في حتة ان تجيب مدير فني بقى يضيف للتجانس ده ما حصلش ما حصلش جيت مشت والاهلي ما عندوش الحتة دي؟ لا الاهلي بص الاهلي عنده النص الملعب كويس يعني انا بعتبره هو ونص الملعب الزمالك افضل اللعيبة موجودة في مصر كلها يعني اذا كانت سولية ديانج فتحي فتحي ساسي طيق حامل هتلاقي ان اكتر ثبات للمستوى عن كل لعبت الملعب اللعيبة دي في الفرقتين في الفرقتين اللعيبة دي هتلاقي عندهم ثبات قوي جدا انما المشكلة في اللي قدام يعني مثلا انت بتحط حسين الشاحات ناحية اليمين حسين الشاحات ممكن يلعب بعض المباريات انما المباريات اللي فيها مساحات ورا ماينفعش مساحات ورا زكاة يعني فيه كسافة كسافة عددية كسافة عددية اه ليه حسين ما عندهش المهارات العالية خلاص انما ممكن يعمل واند وروح تو يشوت او يعمل عرض فاهمني يعني كده عكس مسلا لما بتحط طاهر طاهر الحمد طاهر لا الاصمر اجاية 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 كسافة مش كسافة متفاهم جدا معالي معلول عنده القدرة بيعمل ايه في التلت الاخراني في التلت الاخراني بيروح داخل جوه ويطرع معلول في نص الملعب بيفضل برا ويقرب هو معلول فاهمني فتحس انهم فيه دويتو تفاهم فالتفاهم ده يفضل شغال حتى لو لعيب سيء منهم لازم اخليه طيب بص بقى كبت هنا شلو مصافة محمد الامور يعني ما جابوش حد الاهلي بقى عنده مجموعة كبيرة عنده مجموعة كبيرة انما بس مش عارف ايه بجوان لا مش كده طبعا شريف جاب جون وما هو جاب جون طبعا انا هقولك شريف ابتدأ يهدف المفروض كان يفضل يكمل جيت شلته حطت بواليا وفرد كويس انما عنده سوطة فيه بس هو مش متجانس في حتة العيبة اللي موجودة العيبة اللي موجودة ازاي يعني يعني الاهلي دايما بيعمل الافرات من على حدود التمنتاشر فاهمني يعني الشبات دي على طول جوه الاهلي نادرا لما تلاقي مثلا محمد هاني من على الخط يروح عاملها ما بيروحوش لغاية الخط بيلعبوها من قبل الخط بالزبط قبل الخط بيلعبوا دي مش بتاعت بواليا بواليا عايز الكورة بالعرض هو يطلع فاهمني ويحط لانه هو عنده الملكة دي بس انفرادات اكتب برضو موجودة بوص اسمعني حتى الانفرادات حتى الانفرادات يسأل فيها المدير الفني تمام تدريب عليها لما يبقى عندي لعيب مرة واثنين وثلاثة ايه انت فاروق مثلا وانت في الاهلي مجاش مثلا مدارب مسكة كميدة كده وقالك لأ لما تيجي في الحتة دي لا لا لازم طبعا فاهمني اه انت فين فين تلتين الفاضين فين هم دورة حط فيها كده اجام فاهمني خلاص فانت بتعلم اللعيب خلاص حتى لو كان لعيب كبير وانا هقول لك حاجة قبل ما اقول لك اخر سؤال كده ان تصوب الفوقت كان والله في بعض الاوقات كان بيعلمنا ازاي تباص يجامد ويحط لك كمعين كده عشان عملية الباص الصحية مش بتكلم بس في الانفرادات حتى الباص وحنا كبار كده بص مهما كنت مهما كنت لعيب كبير طبعا لازم تتعلم عندي عندي حاجات نواقص لازم تتعلمها النواقص دي لازم ألعب عليها حتى يعني بص عارف الاسبرينتات دي حاجة قرصية انما ممكن أنميها تنميها بس بشيء بسيط بس اناميها فطالما في ايدي حاجة عاملها ومنامو دي الفني ليه صح طيب سؤالي اخيرا كابتن هل الاهلي قادر على الصعود بالشكل او بترتيبه في المجموعة يعني عندهم ان شاء الله مارش فيتا كلاب وبعد كده سيمبا على أرضه ثم المريخ في السودان بص انا هقولك الحاجة انا تفرجت تريبا كل دورة افريقية بتفرج عليها فيه فريتين جامدين قوي سانداونز والوداد تسعة من تسعة اللي هم سبع أهداف فرق دخل فيهم جنين بس جابوا تسعة تجوان ودخل فيهم جنين بس فريتين ققوية جدا سانداونز لسه كمان ده هيلعب ماتشنا عمل عابه الفترة لسه آه الفاضل لا ده من تلاتة من تلاتة تسعة مقاط الزمالك والأهل ما بيقدموش المردود وان كنت اتمنى ان الفريتين يكمله يعني المباراة اللي جاية للزمالك والأهل تحديد مصير صح يعني الأهل لو ماكسبش الماتش اللي جاي خلاص الأهل برا الزمالك اتعادل الماتش اللي جاي الزمالك برا تمام شكرا كابتان عرفة شكرا كابتان عرفة يعني والله بجد يعني التحليل الممائز جدا الله خليك والله بتنورنا ده خورك شكرا جزيلا طبعا زي ما قالك كابتان عرفة واحنا بنتكلم لسه طبعا الأهل عنده الاسماعيلي في الدوري والزمالك عنده سراميكا يوم الخميس ان شاء الله طبعا ده تجهيز أو طبعا مباراة في الدوري لكن تعتبر تجهيز للجهاز الفني دي مباراة هتبقى صعبة على الأهل والزمالك سواء التراجينا بالنسبة للزمالك أو الأهل فيه الكون وان شاء الله كل التوفيق ديهم لازم فعلا عملية المكسب وده شيء مهم للفريتين بكرا ان شاء الله حلقة جديدة من التبريمو وتسبحوا خيرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة